سيد آدم آآ اليوم رئيسه أركان قال إن يجب يجب أن يكون الجيش مسؤولا عن إيجاد حلول للأزمة السياسية في الجزائر كيف نفسر هذا التصريح آآ أهلا وسهلا بكم أهلا بمشاهدكم الكرام آآ أولا آآ رسالة الجيش كانت واضحة وهي في الطريق الصحيح كما آآ آآ رأينا الرسالة والرسائل التي قبلها يعني رسائل كانت إيجابية جدا آآ للشعب الجزائري أظن أن الرسالة تريد أن تقول أننا نحن مع الشعب ومع حل آآ يعني سريع جدا لهذه الأزمة السياسية القيد صالح أو الجيش آآ إن إن صحة تعبير يريد أن يكون يعني يجد الحل بصفة سريعة جدا وهذا يعني عادي جدا الشعب آآ الشعب راضي جدا عن آآ موقف الجيش والآآ الأسلاك الأمنية طبعا لكن لم أستطع أن أفسر حقيقة الأمر المراد من هذا التصريح رئيس أركان أعلى ردبة في الجيش الجزائري يقول يجب يجب أن يكون الجيش مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية وما الذي يمنعه من إيجاد حل هكذا هو السؤال المنطقي طبعا الجيش يبقى الجيش هو حامي الدستور وحامي البلاد وحامي الحدود أنا لا أظن أن الجيش رسالته أنه سيتدخل مباشرة ربما هي رسالة مشفرة لأحد جماعة ما لكن لا أظن أن الجيش سيتدخل في أي شيء الأمور يعني جده سلمية والأمور يعني واضحة إلى غاية الآن بالخصوص أنه يعني يتدخل لا أظن أنها بمباشر أنها كلمة يعني تدخل مباشر أنه سيخرج يعني سيأخذ زمام الأمور سياسيا هذا من غير المنطقي ولا يريده لا معارضة ولا الشعب ولا أي أحد اسمع لي سيد آدم ظني أنه من حقنا أن نتساءل سويا هذا السؤال ألا تريد المؤسسة العسكرية في الجزائر الإبقاء على بوتفليقة سيما بعدما صرح بوتفليقة وقال لم أكن أنتوي يوما الترشح لعهدة خامسة أظن أن الأمر أفسر الأمر أن الجيش في طريق آخر الجيش لا يريد التدخل في السياسة لكن الرسائل أقول أن الرسائل هي منسوبة لبوتفليقة لم نرى بوتفليقة لزمن طويل ولم نرى حتى لعشرة ثواني وحتى لعشرين ثانية في التلفزيون الجزائري أو غير ذلك منذ خروجه إلى سويسرا آخر مرة الرسالة رسالة الجيش لا أظن أن شوف هي الرسالة في حد ذاتها لنكون منطقيين هو لم يتكلم أبدا لم يذكر حتى اسم الرئيس ولم يتدخل لم يذكر اسم بوتفليقة كما كان يذكره من قبل في الأشهر السابقة وفي الأسبوع السابقة نعم أسم بوتفليقة اختفى من رسائل الجيش وهذا يعني أظنه إيجابي جدا طيب اشتركوا في القناة